المؤسسة الوطنية المؤسسية وهامة وحق أصيل لكل مواطن إيجاد بيئة مناسبة للعيش على أرض الوطن وهذا الحق تضمنه المواثق والمعاهدات الدولية ولكن الصعوبة تكمن في إحداث معادلة ثقافية وقانونية تعمل من خلالها مؤسسات الدولة والمجتمع لحماية هذه البيئة نحن في مملكة البحرين نفخر بأننا متطورين ورائدين في عملية التطور البيئي منذ عقود طويلة وتأتي هذه التفاقيات التي تم توقيع عليها في الفترة اللاحقة كما بيّنت في مخرجات محاور هذه الندوة لتبين أن البحرين أيضا سباقة في عملية إبراز والتعاون على المستوى ليس الوطني والأغليمي بل على مستوى الدول البيئة البحرينية هي واجب عليها أن تكسب للمواطن البحريني حياها أفضل وأن المواطن البحريني يعيش في بيئة أفضل وهذا حق أصيل من حقوق الإنسان كذلك حق علينا واجب أن نظم الأجيال القادمة بيئة مناسبة يقدرون يعيشون فيها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تطلع بدور هام في تسليط الضوء على كل ما يدعم تحقيق التنمية والمحافظة على حقوق الإنسان فهذه الندوة التي نظمتها المؤسسة تبحث في العديد من محاورها الأعماق الاستراتيجية لجميع الجهات التي تساهم في تعزيز ثقافة حماية البيئة بصنا على بعض التوصيات مثل إنشاء نيابة البيئة محاكم للبيئة إلى آخر من تلك الأمور أسقطنا بعض الضوء على الإجراءات المتبعة سواء أمام نيابة العامة في رفع الدعوة الجنائية بالنسبة للقضايا المتعلقة بالبيئة قيام المفتشين البيئة بعملهم وإعداد محاضرهم وبالتالي إحالة إلى المحاكم محكمة أول درجة محكمة ثاني درجة إلى أن يصدر حكما نهائيا وباتا في تلك الدعوة البحرين طبعا بفضل جهود الحكومة الرشيدة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والجمعيات ذات النفع العام المهتمة بحماية البيئة في مملكة البحرين هذه الجهود ارتأت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا اليوم أن تؤثر هذه الجهود مجتمعة حتى تخرج بتوصيات ترفعها للجهة المعنية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان والبيئة في مملكة البحرين ندوة حقوق الإنسان والبيئة جاءت لتسلط الضوء على دور التشريعات والقوانين التي تعمل بها البحرين لحفظ حقوق المواطنين ليعيشوا في بيئة آمنة من خلال أدواتها القانونية ومن خلال تكاتف العديد من الجهات الهامة في المملكة وعلى رأسها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للبيئة والمجلس الأعلى للقضاء مسيرة ثقافية وحقوقية عميقة تأتي على جوانب الحياة البحرينية جانبا تلو الآخر وهي اليوم تقف على بند أساسي من بنود صون حقوق الإنسان بأن يعيش في كنف بيئة ملائمة خالية من المخاطر تحفظها قوانين وتشريعات مصدرها الأول وركيزتها الأساسية الإنسان يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين